موسيقى بياطي بالتحايا نحييكم مشاهدين الأكارم ونلتقيكم على الودي والمحبة تجري حياة الكثير مننا عبر محطات مختلفة لنقف عند تلك المحطات نتأملها ونأخذ منها العبرة والموعظة لتكون سند لنا ضمن المستقبل مشاهدين من المحطات والمواقف التي يتعرض لها الكثير هي مسألة التوقف عن أداء الأعمال فجأة والشعور بأننا غير مفيدين بالنسبة للمحيطين بنا أسباب عدم الشعور بالرضا عن النفس سوف نناقش هذه الموضوعة مع مدربة التنمية البشرية السدغصون المجاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم ضيفة عزيزة في برنامج محطات السدغصون أحيانا نشعر بعدم الرضا عن أنفسنا رغم أننا نقوم بالكثير من الأعمال سبب هذا الشعور المفاجئ الذي ينتابنا والذي في بعض الأحيان يمكن أن يجعلنا من قدم أعمالنا ومن قوم بالأعمال المناطلة لنا وحدة من الأمور واللي أهمها أنه ليش مدى أرضى عن الأعمال اللي دا أسويها لأنه أنا ما أحبه فوحدة من الأمور أنه أذا ما كان عندي رغبة بالعمل اللي أنا سويه مهما قدمت بي مهما حققت نجاحات أحس نفسي أنه أنا ما راضيه وبعد يحتاج أنه أقدم لأنه أنا ما عندي رغبة بي وما أحبه فكثرة أيضا هي كثرة الأعمال وبالإضافة أنه ما عندي رغبة بيها وحدة من الأسباب اللي تخليني أنه ما أكون راضي عن نفسي بالإضافة لأنه أنه أكون ضمن توقعات الآخرين ضمن يعني دائما خلي بالي يم رأي الناس عني نعم نشوفوا شون يعني نشوفوا الناس بالصورة الخارج بلي شون يحبوني شوفوني بأي صورة إذا ما صرت بالصورة اللي هم أحاب بيها فإيضا ما راح أكون راضي عن نفسي نعم طيب نلاحظ بعض الشخصيات عندهم رضى تام عن نفسهم على رغم أنه عندهم ممكن نقص ببعض الإمكانيات وبعض عندهم ممكن صفات سلبية ولكن طاقة الرضى عن النفس مرتفعة جدا بينما أشخاص ممكن خلي نقول أنه كل صفاتهم وإمكانياتهم جيدة ولكن هو مراضي عن نفسه على رغم أنه ممكن يوصل إلى مراحل متقدمة بالعمل وبالأسرة ولكن داخليا يشعر بعدم الرضى عن النفس أتساءل عن هذا المصدر وهذا الشعور من أين استمد طاقة الرضى عن النفس طاقة الرضى عن النفس استمدها أول شيء من علاقتي بالله عز وجل طبعا هاي أول خطوة لأنه كل ما كانت علاقتي بالله عز وجل يعني هذا الارتباط الروحي بعد هو الإنسان بأي طريقة يشوف شون يرتبط بالله عز وجل هذا شيء يعني يتابع إلى ولكن هي هذه أول نقطة وأهم نقطة اللي بعدها تيجي هنا مدى دعمي لنفسي ومدى نظرتي لذاتي فهنا نابع من داخل الإنسان فكل ما كان هو راضي عن نفسه من الداخل عنده فد نقاط يقدر من خلالها يحفز نفسه حتى يقدم أكثر وينتج أكثر هنا هذا يعتبر هو الحافز الداخلي اللي نتحدث عنه فهذا جزء أو نقطة أنه أنا أستمد من عندها الإيمان أو الدعم هذا أو هذه الطاقة الشيء الثاني اللي هو هذا ما مستمر يعني هذا الأول شيء اللي حتشينا عنه خلينا نقول ثابت أو بني هذا ثابت ومستمر لأنه نابع من ذاتي ولكن الآخر الثاني اللي هو أنا أستمد من الآخرين هذا طبعا يكون وقتي وغير مستمر لأن أرى الناس هي أساسا متغيرة يعني أنا مثلا ممكن أواجه الناس يمتحوني ممكن أواجه الناس ينتقدوني نعم أنا ممكن أكون أنه ما أسوي شيء إلا إذا أحد يقول يشجعني يحفزني أو قدمي وأنتجي أو شوال الشيء اللي حابين ينزوي ممكن بالعكس أي كلمة بسيطة تنتقدني ممكن بلي هذا الشخص ممكن موجود بحياتي ممكن أكون شخص يدعمني ويمدني بالطاقة ولكن هل هو مستمر؟ احتمال يعني أنه يبتعد أو أي طور في صير فما راح يكون دعمه مستمر نعم وأكوش أشخاص لا جزءاني ما محاطة بهذا الإنسان يعني ما موجود أنه شخص يدعمني فإذا أنا معتمدة على مصدر الطاقة الخارجي ما راح أقدر أنتج أكثر لأنه مجرد ما يغيب هذا المصدر أو مثل ما ذكرتي حضرتش أنه يجي شخص يعكس بدل ما يدعمني هو شيء يسوي ذمني نعم ومثلا يسمعني فتكلمات تحبط من معنوياتي وتضعف من ثقتي بنفسي وبالتالي أنا مراحة يعني أكيد هذا يعتبر امتصاص للطاقة فما راح وهذا بالفعل يحدث بالكثير من المواقف مثلا دائما دائما نضرب مثال الأم دائما الأم بتربيتها بسعيها نحو الكمال بحيث أنه تقدم أوضل الأشياء لأبنائها وبالفعل ممكن تقوم بهذه المهام على حساب صحتها وعلى حساب ممكن راحتها والأمور اللي يتحبها فقط أنه تكون خصصة هذا الجهد للأبناء ممكن أنه تتعرض لي ضغط فممكن أنه يكون منعدها ساعة عصبية أو ممكن تضرب أبنائها ويتعرف أن هذا السلوك هو سلوك خاطئ المثالية أنه تقول لك أنه أنا لست أم مثالية أو بالصورة اللي أنا مثلا أكون أو كنت عليها شو نقدر أتعامل مع هذا الموقف هذا نسميه بسقف التوقعات يعني أنه توقعاتي اتجاه نفسي تكون عالية جدا فأسعى أنه أنا أكون حلو أنه أكون مثالية حلو أنه أنا أسعى أنه أكون مثالية أو ما أقول كاملة لأنه الكمال لله عز وجل فقط فإحنا بمع أنه بشر وغير معصومين فأكيد وارد جدا أنه أنا أقع فيه يا أخطاء وارد جدا أنه أنا أتحمل ضغط لفترة معينة وبعدين أوصل لمرحلة ما أقدر أنه أقاوم هذا الشيء فإذا ما كان عندي فد أساليب أتبعها حتى أخفف من هذه الضغوط اللي دصير ويايا ما راح أقدر أكمل فبالتالي مثل ما ذكرت حضرتش أنه هذه الأم كثرة الضغوطات اللي تتعرض إليها وما عندها فد وسيلة أنه تفرغ جزء من هذه الضغوطات حتى تقدر تعطي أكثر فبالتالي راح توصل لمرحلة يمكن مرات نحن نوصل لمرحلة أنه سبب يعني نسميه بسيط جدا ما يستوجب ردة الفعل هذه القوية ولكن ردة الفعل هذه مو جاية على هذا السبب وأنما أكو ضغوطات خارجية أو ضغوطات سابقة متراكمات يعني أنه ما فرغتها فبالتالي راح أكو أسباب يمكن بسيطة ما تستوجب ردة فعل قوية ولكن ردة فعل ما تتكون جدا قوية فهنا تهتزعدها مثل ما ذكرت الصورة المثالية حلو أن أسعى أن أكون مثالي ولكن أنه أخلي ببالي وارد جدا أنه أنا أقع في خطأ ذكرت السيد غصون بأنه في بعض الأحيان نلوم نفسنا على بعض الأخطاء لماذا نلوم نفسنا على بعض الأخطاء لماذا لا نعود بمسألة نحن بشر ونحن خطاءون ومسألة الوقوع بالخطاء أمر وارد يعني في بحثنا عن الكمال ممكن أنه نفقد هذه الميزة ننسى بأننا ممكن أنه يكون عندنا نقص في بعض الصفات؟ بل هو لأنه لا يوجد إدراك كامل لأنه أنا ممكن أقع في خطأ يعني أنا خالب بالي أنه أبد لازم أبد ما أخطأ حتى لا أتعرض لي لوم يعني ممكن أنه تكون واحدة من هذه الأسباب أنه أنا أخاف من لوم الآخرين من نظرة الآخرين اللي من انتقادهم فبالتالي حتى ما أوصل هذه المرحلة نعم فمجرد ما أنه أخطأ فخطأ بسيط ما أعالج هذا الخطأ وإنما شسر وأرجع لي وراء للنقطة اللي بديت من عندها وأرجع أكرر وأرجع أخطأ وأرجع مرة ثانية للخطوة اللي بعدها فهذا الرجوع يعني مو أنا الشي اللي وقفت اللي وقفت يما أصححها أو أشوف لبديل وأستمر لا وإنما أرجع للخلف فبالتالي تهتز هذه الصورة نعم من الجيد أنه أنا أرضى عن وأقتنى أنه موجودة عندي صفات سلبية في حياتي أو في شخصيتي حتى نوضح من مصطلح الآن نتحدث عن مصطلح أنه التصالح مع النفس الرضى عن النفس كثيرا ما نسمع في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الشخصيات المعروفة يعني بالأون الأخيرة كثير من التصرفات ممكن تكون تصرفات غير لائقة أعمال غير لائقة بعد ذلك ضمن المقابلات الشخصية بدون أنه نذكر أسماء نسمع هذا المصطلح اللي هو مصطلح أنا عندي صفات سلبية ولكن أنا متصالحة مع نفسي هل فعلا تعريف التصالح مع النفس هو أنه أرضى بصفاتي السلبية وأستمر بيها؟ هنانا جاي الفعلا والحقيقي لكلمة التصالح مع الناس هو تقبل الذات يعني أنا أتقبل ذاتي نعم أكون عندي صفات تكون خارجة عن سيطرتي مثلاً أكو أي بنات توقف قدام المرايب تقول مثلاً ليش عيني هكي لون هنا ليش مو لون هكذا ليش مو عيوني خضر أو زرق ليش سود ليش خشمي مثلاً هذا شكله أو غير ليش بشرتي بهذا اللون هذا شيء خارج عن سيطرتي يعني مواني اللي تحكمت به تصالح مع نفسي أتقبل نفسي أنه أتقبل نعم أتقبل هذه الأمور هاي في حال إذا كانت عندي في الصفات مو أني إلي سبب بي إذا عندي لا صفات سلبية وأنا فعلاً متأكدة أنه هي صفات سلبية سلوكيات ممكن أتحكم بيها بلي بالضبط ممكن أنا أتحكم بيها أتقبلها شون أتقبلها أتقبلها أنه ما أظل أأذي نفسي لأنه ليش عديتش صفة لأنه مجرد أنه أنا أظل شون ألوم نفسي عليها نسميها إحنا جلد الذات أنه أظل أجل نفسي على فالصفات هذا الجلد ما رح يطني نتيجة لأنه أنا مجرد دأ ألوم نفسي دأ أذي نفسي بدون أي محاولة لتصحيح هذا الأمر نعم فهنا أنا هذا مو أسمى تقبل ذات ولا أسمى تصالح مع الذات لأنه أنا مجرد أنه دأ أشوف هذه السلبيات لا أحاول أصححها نعم أو دأ ألوم نفسي عليها نعم المتصالح مع الذات أتقبلها أنه وارد آني لأنه بشر نعم يعني خلو نقول استخدم هذا المصطلح بموضع غير صحيح يعني ممكن أنه يرتكب أخطاء بعد ذلك يقول أنا متصالح مع الذات هذا المصطلح أساسا يعني غيرا ينطبق على تلك التصارفات نعم نعم مفهود أصححها مو أستمر بيها وأقولا أنه أنا متصالح مع ذات خاصة إذا كانت مؤثرة على المجتمع طيب ذكرت قبل قليل أثناء حديثكم كمثال ضربته أنه شخصية ممكن يكون عدها تشوه خلقي أو مثلا عيب بشكل خارجي هذه المسألة مو هي مسألة ممكن صفات وممكن أنه أغيرها ذكرت أنه تقف هذه الشخصية أمام المرآة نسمع كثيرا بأنه الحديث مع النفس وتشجيع النفس والوقوف أمام المرآة وأنه أنطق كلمات مشجعة إلها تأثير نفسي هل بالفعل هذه التجربة إذا أخذناها ممكن أنه تنفعنا نفسيا؟ أكيد فعلا هذه التجربة جدا ناجحة لأنه أنا أغذي نفسي بطاقة إيجابية دا أحيط نفسي بكلمات أذكرها أمطقها أم فقط داخلية طبعا أحتاج أنه أتحدث بهذه كلمات بلي أكو في الدراسة ثبتت أنه حتى النبات سووا تجربة على نبات ثنين نعم واحدة يعني كانوا بس يسقوها مي والثانية كانوا ويا المي يطوها كلمات إيجابية أنه أنت حلوة بالضبط هذه الكلمات أو يشغلونها موسيقى هذه النبتة النمو مالتها صار أسرع منها مع أنه أنها مزروعات بنفس الوقت فحتى النبات يتأثر بهذه الطاقة فكيف ما أنا إنسان شون تأثر بهذه الطاقة وإذا كنت أنا اللي نابعة من ذاتي بحيث ما إلها نفاذ مستمرة فهذا الشيء جدا ضروري ولكن الأشخاص يتحدثون مع ذاتهم بطريقتين أكو بطريقة لوم الذات وأكو طريقة نقد الذات المهمة هي نقد الذات النقد أنه أنا أشوف الأمور الإيجابية وبنفس الوقت أشوف الأمور السلبية أفرح بالأشياء الإيجابية وممكن أن أعززها أكثر وأخليها أن أكررها مرة ثانية في أي عمل حابة أسوي والأشياء السلبية أحاول ألقانها بدائل وأصححها بينما لوم الذات لا ما أشوف الإيجابيات بس السلبيات وهذا الشيء خاطئ لأنه أوجه تركيزي على السلبيات بالضبط على فقط الأشياء السلبية لا أشوف الإيجابيات بالتالي أكو ناس يحققون نجاح مثل حققت نجاح صار إخفاق صار عندي نجاح ما يشوف لهذه النجاحات الثانية وإنما وين يركز على السلبية أو الإخفاق اللي يسار عندها فبالتالي ما راح يقدر يعني ما راح يرضى عن نفسه ما راح يحس نفسه أنه دي سوفت إنجاز ودائما نشوف أنه ما لي فائدة أنه ليش موجود مدى أقدم شيء بالرغم أنه محقق نجاحات في أماكن معينة أحسنتم إذن الحديث حقيقة نحول هذا الموضوع شيق ومهم إن شاء الله نستوفي محاور أخرى ولكن بعد فاصل القصير إذن مشاهدينا كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل راهب العشق وقديس الوفاء ملك الماء وسلطان العطاء كفك القرآن في لوح السقاب رتلت فيه وصلت كربلاء وجهك المحراب في وهج الفداء سلسبيل العين فردوس السماء وقف الدهر لكفيك انحناء أيها العباس يا باب الرجاء سيد السيف وعصف الذاريات زمزم في فيضه ذل الفرات أيها العرفان في علم الحياة قد بكاك الموت موتا في الممات أي سر في شمال ويمين ينتهي العرفان عند العارفين هامك التأويل للفتح المبين إنك العباس إنك العباس ثقل الثقلين نحييكم مشاهدين الأكارم من جديد ونعود وإياكم وبرنامج محطات وضيفتنا الفاضلة مدربة التنمية البشرية أسد غصون المجاهد تحدثنا معكم قبل قليل حول مسائل عدم الرضا عن النفس وعن الذات ومسألة التصالح مع الذات لو أردنا أنه نتعرف على بعض الصفات التي يتمتع بها الشخص الذي يكون راضي عن نفسه وكذلك بضد الشخصية غير متصالحة مع نفسها كيف تكون الصفات الخارجية والسلوكية والنفسية؟ أول شيء راح يكون الشخص متصالح مع نفسه اللي هو يتقبل نفسه ويسعى إلى تصليح السلبيات اللي عنده هذا الشخص يكون دائما مبتسم يعني مو دائما دائما لأنه أريد أنه يصر عنده فد موقف معين أكيد أنه يعني يكون بها حزين أو غضب ولكن في الغالب هو إنسان مبتسم ما يحاول يعكس السلبيات أو المشاكل اللي عنده على الآخرين أكو ناس تنقل فد مشكلة صارت لها بالبيت وأن تنقلها للدوام أو بالعكس هذا الشخص لا يفصل ما بين أنه بيتي واحد شغلي واحد أصدقائي هذه واحدة الصفات الثانية متفائل جداً طموح ما عنده يأس أنه يعني خطأت في شيء معين خلص بعد أنه هاي الأخطاء راح تتكرر فداما يكون هو عنده أمل جداً عالي وطموح أسقف طموحاته عالي ولكن مو كل شيء عالي بحيث أسعى للكماني نعم خلينا نقول متقبل نفسه يعني مثل ما هو بني هو متقبل نفسه وبنفس الوقت أنه عنده إدراك تام للأشياء اللي تحتاج للتغيير للتطوير للتحسين نعم أيضاً من الأمور المهمة أعتقد ذكرنا مسألة التقبل للنفس أيضاً المتصالح مع ذاته أعتقد يكون متقبل للآخرين باعتبار وصل إلى مرحلة أنه يوجد اختلاف سواء بنفسي أو سواء بالآخرين فيتقبلهم بينما الشخصية لو أردنا أنه الشخص الذي يكون غير راضي عن نفسه غير المتصالح مع ذاته ممكن أخذ نفس الصفات التي ذكرتها قبل قليل وأعكسها على الشخصية اللي يكون ممكن يكون غير راضي عن نفسه أكيد هو بما أنه ما راضي عن نفسه فما راضي عن أي شيء طيب في بعض الأحيان أتعرض لمواقف ودرجة أن نستمع اللي هكذا حديث اللي هو أنه في بعض الأحيان ألوم نفسي ممكن إحنا نقول قبل قليل تحدثنا ألوم نفسي على بعض الصفات اللي ممكن تكون سلبية أو صفات خاطئة أو أحاول أصححها ولكن للأسف بواقعنا اليوم بدت بعض الشخصيات تلوم نفسها على الصفات الجيدة باعتبار مثلا أنه يتعامل مع أشخاص جيدين أو يكون صادق معهم بعد ذلك يقابلوا بمسألة الكذب وبمسألة النكران ممكن يكون شخص مخلص بعمله فيلاحظ أنه اللي يرتقي للعمل الشخص اللي يكون ممكن يحابي المدير أو يكون متملق للمدير فيبدي أنه كأنه عدم الرضا عن ذاته أنه أنا ليش هالشكل وكأنه عنده صفات سلبية وهو بالعاكس تماما وكل صفاته جيدة فهنا هذا الموقف الشون أقدر أخرج من عنده بطريقة الرضا عن النفس الشون أقدر أصحح الفكرة اللي موجودة عند البعض بري هذه كثرة طبعا التجارب اللي نمر بيها فبالتالي أصير عندهم تعميم أنه تجربة مريت بيها فيبدأ أعممها على الجميع وطبعا هسا بوقتنا دارجة هاي المقولة أنه لسه وزين ما تشوف شر نعم وانتشرت هواي والناس قامت دائما اللي بعد ما سوي خير لأحد حتى لا أتعبه نعم هذا الشيء جدا خاطئ لأنه أنا رأيي الشخصي الطيبة والصدق اللي نتعامل بيه مع الآخري هاي نعمة من الله عز وجل نعم لأنه أكوهي ناس فاقدة لهذا الشيء التعاطف أو الرحمة هاي اللي ننظر بيها بل للآخرين فهذه إذا غابت معناتها يعني راح نتحول ما عندنا بعد أي صفة للإنسانية من فعل بل فهنانا لهذه الصفات الناس تشوفها على أنه هي سلبية إذا تكررت تجاربها مع أشخاص آخرين خذلوهم أو يعني طيب لأفرضت عراضة إلى هذا الموقف لأفرضت عراضة إلى موقف أنه كنت صادقة وبعد ذلك أنه ما حصلت على تقدير من قبل الآخرين شن الحديث اللي لازم أتحدث مع نفسي بحيث أنه أبقى على المستوى اللي موجودة بي أو أبقى على هذه الصفات يعني ما أغيرها أنه ما أغيرها لأنه أنا وجهة نظري أنه من أقدم شيء لا أنتظر علي مقابل جيد نعم أنا هذا الماشي علي نعم يعني واحدة من الإحباطات أنه كنت منتظر من أنتظر شيء من أنتظر مقابل أين كان هذا المقابل وما يجيني خلص مرة مرتين ثلاثة بعد ما راح أنطي أكثر فأهم شيء أهم النقطة أنه أقتنع بيها أنه من أنطي ما أعتبر ما أنتظر علي مقابل خلي في سبيل الله عز وجل نعم أحسنتم ممكن هذا يخلي كدافع علي حتى أكون مثلا أفضل أكيد أنه هو العطاء الإلهي أكبر من العطاء الإنسان اللي احنا نتظر من الآخرين نعم ستغسون تحدثنا قبل قليل حول آراء الآخرين وكيف تؤثر بنا تلك الآراء في أنه نرضى عن أنفسنا أو لا نتقبل أنفسنا لكن هناك صوت داخلي في أنفسنا في بعض الأحيان وعدمنا نتعرض لمواقف ممكن يكون بيننا وبين نفسنا حديث أما يشجعنا أو ممكن بالعكس ممكن يكون ذلك الحديث حديث سلبي يخلينا أكثر عدم رضا عن أنفسنا سبب هذا الصوت الداخلي من يتحكم بتلك الأصوات؟ واحدة من أسباب هذا الصوت الداخلي هي التجارب السابق يعني أنا مريت بتجربة نعم آثار هذه التجربة ما زالت موجودة لم أعرف تتعاملوا مع هذه التجربة حتى أمحي آثارها أو أغير من الآثار مالتها ومثلا شون نقول أتعلم منها أترك الأشياء النفسية اللي سببتها علي أنا شوية أتخلص من عندها ما أخليها تكون مؤثرة جدا وأتعلم من الأخطاء مال هذه التجربة إذا لم أتعلمت من عندها وبقت آثارها السلبية موجودة هنا سيأتي هو الصوت الداخلي كل شي سيأتي سيذكرني بالماضي أنه لا راح تخطئين راح يصير عنده شيء فشل أنه لا تستمرين مثلا استعدنا طلاب هذا تابع لي نسميه مثلث مارسيدس نعم الذي يبيه أساسه فكرة وشعور وسدوك هذن الثلاث محاور مؤثرة يعني الواحد على الثاني وحدة تأثر الثانية أي وحدة يصير بها خلل تؤثر على الباقي المحاور نعم فمثلا استعدنا نطلع أصير عنده مثلا فد يوم من الأيام هو فد واحد من الامتحانات أخفق به ما أجاب الدرجة اللي يريدها فهنا شيء هذي راح يجع عنده الفكرة أنه يذكره خاصة إذا امتحان نفسه يعني مثلا أنا بالرياضيات بالأشهر درس الرياضيات ما أجب الدرجة زينة صارت امتحانات آخر السنة راح يجيني نفس الشعور نفس الشعور نفس الشعور مرت بها بالشهر وأتذكر المادة نفسها وشون أعالج هذه المسألة وأتخلصها هي هاي نابعة من شون من فكرة أنا عندي فكرة أنه هاي المادة أنا أخاف من عندها لأنه فشلت سادقا لكن هذه فكرة مو وهمية هي واقعا موجودة هي فعلا موجودة طبعا أنه فعلا أنه أخفقت بهذا الدرس فبالتالي هذه فكرة شتولد لي شعور وين راح أتأثر سلوكي على السلوك عشت إيدك فعندي مثلا قدنا الرياضيات أنا خايفة منها عندي امتحان شنو الشعور اللي راح يجيني خوف قلق ارتباك يأس احباط لأنه خلص ما راح أقدر أجاوب نعم وراح أتأثر على سلوكي أثناء التجربة يعني أثناء الدراسة سلوك ما تشون راح أكون راح أكون خاطر ما عندي ثقة ما أقدر أقرأ أكون يمكن مواضيع فاهمتها أحس نفسي ما فاهمتها نعم إنه كأنموات جديدة عليها طيب إذا رديت أواجه هذا الموقف شون أقدر أواجه أول شيء أبدأ بالفكرة إنه صار عندي إخفاق زين شنو أتعلم من هذه التجربة ليش أنا ما قدر تجاوب الانتحان لأنه صار واحدين ثلاثة ما قدرت ما درست زين ما شنت فاهم الموضوع زين خربطت لأنه ارتبكت بذاك الانتحان فبالتالي أثر على إجابتي فهنا نهاش سوى تاني غيرت الفكرة شير يتولد وياها مشاعر راح تتغير راح يصار عندي مشاعر قوة إنه أنا عرفت الأسباب بما أنه عرفت الأسباب راح أعرف أن الحل يكون سبب نعم فهنانا المشاعر راح تجيني ثقة مشاعر حماس مشاعر إيجابية السلوك ماتي راح يتغير من أشوف المادة مثلا ما فاهمتها راح أقول خلي مثلا أسأل شخص عنده معلومات كاملة عن هذا الموضوع أشوف شنا الأشياء لما فاهمتها الأشياء الفاهمتها أركز عليها أكثر أنطوق الدراسة أكثر فبالتالي سلوكي أثناء الدراسة راح يتغير وأثناء الامتحان أيضا راح يتغير يعني هذا كمثال ولكن ممكن أن نعمم على كل تجارب حياتنا بكل تجارب حياتنا بدل ما أعمم على نفسي وأذكر أنه أنا إنسانة فاشلة بهذه التجربة بهذا العمل لا أبحث بالنقاط أبحث بالأسباب حتى أقدر ألقى الحل المناسب طيب يقال بأنه هناك حديث مع النفس أو صورة داخلية موجودة في داخلنا أو يقال أنه هناك طفل بداخلنا يأبى أن يكبر ذلك الطفل ممكن يتعرض ذلك الطفل اللي بداخلنا إلى جرح إلى ضربة ممكن من قبل الأهل إلى أي موقف جرح يبقى ذلك الجروح لا يلتأب يعني فيه إحنا نكبر ونقول أنه كبرنا وتناسينا هذا الموقف ولكن آثارة موجودة موجود حزن أو موجود فيه سلوكياتنا يعني تعبر عن الحزن أو ذلك الموقف اللي ما ربي الطفل ذلك الطفل اللي بداخلنا شون أقدر أنه أخلي لي تلك الجروح أو الندوب تلتأب بل إنه هذه الأشياء صارة بالمرحلة الطفولة نعم مثلا واحد من الأطفال يعني فقدان إما الأب أو الأم فمن يكبر مشاعر الفقدان أو الخوف من فقد شخص عديز تكبرويا فبالتالي يمكن رح يعاني من الحرمان العاطف فهي أما أي بالي إنه يخاف أنه أتعلق بشخص وأفقده نفس ما فقدت مثل والدتي أو والدي أو صديقتي مثلا في مرحلة الطفولة فقدتها فأكو بينا يصير ردة فعل اتجاه هذه الأمور مختلفة ممكن أنه يعني مثلا يصل عنده أصدقاء يكون علاقة صداقات بس يظل عندها مشاعر الخوف صديقي خاف أفقده وأكله يتجنب أساسا فما يصادق أحد حتى لا أرجع النفس يعني الآن تتحدثين في ذهني تمر بعض الشخصيات تتعلق بالصديقة إلى درجة جدا كبيرة ممكن تعتبرها هي مصدر الحنان تريد تعاوض كل الطاقة لأنه عندها نغص في أبي بي يعني مثل ما ذكرتي الصداقة ممكن تتغير العمل ممكن يتغير أكيد لما راح أفقدها الشخصية كلها راح تختص كلها راح تتأزم الوضعية كلها فأنا راح أتأذي راح نفسيتي تتعب تتحطام فبالتالي كل شيء ما راح أفعل بحياتي ما راح أقدر أستمر لأنه أنا متعلقة بهذا الإنسان وكل حياتي مع هذا الإنسان أعادتش هذا الموقف بطريقة مبسطة أتجنب يعني أتعلق بالآخرين نيه تمام بس مو التعلق الشديد لدرجة من هذا فقط أن حياتي تنتهي مع هذا الشخص نعم أحسنتم إذن أعتقد الحديث حول هذا الموضوع شيق والحديث اللي ذكرتو إن شاء الله يكون ذو فائدة للجميع من استمع لنا حول هذا الموضوع مدربة التنمية البشرية أستغسون المجاهد شكرا جزيلا لكل ما أفضتم بمعلومات شكرا جزيلا لكم إن شاء الله تكون معلومات وافية إن شاء الله للجميع إذن مشاهدين في الختام نقول علينا النعي بأنه لا يوجد شخص سيء بالمطلق ولا يوجد شخص جيد بالمطلق إنما نحن مزيج بين هذا وذاك لنتقبل أنفسنا ونتقبل الآخرين حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذنه تعالى نستودعكم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة